أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ساعدته بزيارة أرمينيا كأول رئيس مصري منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأرميني فهاجن خدشة توريان بالعاصمة ييريفان أشر رئيس السيسي إلى أن المباحثات تطرقت للطفرة التي حققتها مصر في مجال إنتاج الطاقة بما يجعلها مقصدا استثماريا واعدا وقد تم التطرق خلال المباحثات إلى الطفرة التي حققتها مصر في مجال إنتاج الطاقة وذلك ليس فقط اتصالا بمجال الغاز ولكن أيضا ارتبطا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية من هيدوجين الأخضر بما يجعلها مقصدا استثماريا واعدا في توافر موارد الطاقة النظامة للصلاعة وما ترتبط بين الاتفاقية للتجارة الحرة والتفضلية مع دائرة العربية والإفريقية بما يكسب المنتجات المصنعة في مصر والميزات التنفسية الكبرى كما عربت في هذا السياق عن تقدير مصر لمشاركة فخامة رئيس فهاجن في القمة العالمية للمناخ كاب 27 التي عقدت مؤخرا بشار مشيخ في نوفمبر 2022 والتي عاكست مدى الاهتمام النزل تولي إرمينيا لقضية المناخ ترجمة نانسي قنقر